اختطافات وإعدامات خارج القانون وجثث لجنود من الجيش الوطني مدفونة في المنازل هكذا تنتهي قصة الكفاح الوطني ضد ميليشيا الحوثي لتتحول تعز إلى مسرح للعنف والعصابات المسلحة أو هكذا يراد لها حيث عثرت اللجنة الأمنية وإدارة أمن تعز على أربع جثث مدفونة في حوش أحد المنازل شرق المدينة ولا يزال الرقم مفتوحا على جثث جديدة جثث مقطوعة الرأس تقول مصادر عسكرية إنها ترجع لجنود تابعين للجيش الوطني تم تعرف عليهم من خلال ملابس الجيش التي لازالت عليهم ومن خلال بطاقة شخصية لأحدهم تقول المصادر أيضا إن العثور على هذه الجثث جاء عقب عدد من التحقيقات مع أشخاص خارجين عن القانون تم القبض عليهم سابقا واعترفوا بوجود العديد من المقابر التي دفن فيها أفراد تابعون للجيش الوطني ومدنيون أحد الجثث هي للجند نعمان عبدالله قاسم حبس في نقطة تابعة للواء 17 وأطلق سراحه بعد التأكد من بطلان التهمة ثم ألقي القبض عليه بالتهمة نفسها وأطلق سراحه مرة أخرى بضمانة من أحد وجهاء بلدته تفاجأت أسرته باختفائه ولم تعرف مصيره إلا بالأمس عندما أعلن عنه ضمن الضحايا بعد الكشف عن الجثث جريمة لم تكن الأولى من نوعها وقد لا تكون الأخيرة ففي أواخر إبريل الماضي عثرت الشرطة على خمس جثث لأفراد من الجيش الوطني أعظمت ودفنت في حوش مدرسة روضة الأقصى بحي الجمهوري المربع الذي تسيطر عليه كتائب أبو العباس الإدانة حينها كلها وجهت صوب كتائب أبو العباس لكن لم يتخذ أي إجراءات ضدها